موسيقى السلام عليكم طلاب مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة اليوم سنبدأ بدرس جديد من دروس اللغة العربية لطلاب الصف الثاني سأقوم بقراءة الدرس استمعوا جيدا صديق من ورق تحب ليلى المطالعة كثيرا اختارت كتابا من مكتبة والدها لتقرأ فيه سمعت الكتابة يتحدث إليها أهلا بك يا ليلى بين أوراقي أجمل القصص وأحلى الأخبار وفيها الرسومات الرائعة سأذهب بك إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة وفوق الجبال العالية والغابات الخضراء قالت ليلى كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير أنت أيها الكتاب صديقي المخلص حسنا لنكمل درس تحليل صديق من ورق أولاً إن عنوان الدرس صديق صديق تحتوي على تنوين ضم وكلمة ورق تحتوي على تنوين كسر دائماً حكينا تنوين من اسمه يعني توأم ما ببعده عن بعض إذن صديق تنوين ضم ورق تنوين كسر لنبدأ بالقراءة التحليلية للدرس أي الشرح اكتب ما يتم تحليله على الدفتر حافظ على ترتيب خطك لنبدأ تحب فعل ليلة اسم المطالعة القراءة المطالعة القراءة وتحتوي على لام قمارية كثيراً عكسها قليلاً قم بالتحليل وكتابة هذا على الدفتر اختارت فعل وإن هون تا مبسوطة بآخر الكلمة كتاباً كتاباً تنوين فتح من حرف جر ودائماً الذي يأتي بعدها نسميه اسم مجرور إذن من حرف جر ومكتبة اسم مجرور بالكسرة من حرف جر مكتبة اسم مجرور بالكسرة لتقرأ فعل انتهينا من تحليل الفقرة الأولى اكتب ما تم تحليله على الدفتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة